طب حلوة أو مدام بقى جينا إيه للحديد إيه الأكلات اللي بتزود الهيموجلوبين أو الحديد الناس اللي عندها أنيميا وفقر دم ودي مهمة قوي 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 لأ ناقص الحديد ده عند البنافسة ده فعلا موضوع شاع جدا بسبب زي بقول حكي ده ظروف الشهرية وسبب أنها ولدت مرة ولدت مرتين كل دي حاجات بتقلل نسبة الهيموجلوبين تمام والأكل بتاعنا ما بقاش يستعود الهيموجلوبين زي زمان يعني حتى كانت الدراسات عملت على مجموعة مأكلات موجودة دلوقتي وقرنوها بالمكونات اللي كانت موجودة من 20 سنة لو أن القيمة الغذائية نزلت بالنسبة 40% كمان فإحنا محتاجين بقى نركز في الأكل يلا الناس اللي عندها أنيميا وعايزة تعليل حديد في جسمها معلات عاصل السود مرتين في اليوم والسؤال اللي وراء منه على طول مش هدخن يا دكتور لا مش هدخن أيها بالضبط كده يعني مش هدخن يا دكتور لا مش هدخن مش هدخن لا مش هدخن معلقة مش هدخن يبقى للأنيميا معلقة عسل سود كل يوم عريق طبق صلطة خضرة كل يوم طبق صلطة خضرة كل يوم ولازم يكون فيه على ألأ أربع أنواع حاجة خضرة طماطم وجزر وفلفل وخيار دولة لحد الآن طبق الصلطة طبق الصلطة المكسرات كلها فيها حديد طيب إحنا بقى جايبين كمان هو ده طبعا عنصر السعادة كنت سايبها للآخر بس بما نتكلم عن الأنيميا الدارك تشاكلت أكتر ولا تشاكلت العادية أكتر اللي اتنين فيهم ماغنسيوم زي بعض واللي اتنين احنا بنسمح في الضايت بمكعب منهم قد العقلة الصبع كده ما تفرقش النوع على فكرة بس النسبة فالفرق بينهم السكر بس النسبة تقول إن الدارك ده أهم من الشوكولات العادية لا وهو فاقيمة غزائية لكن السكر بس أقل في الدارك عن العادي طيب نكمل بقية الأنيميا بقية الأنيميا لازم نأكل شربة حاجة طبع خضار كل يوم يا خضار مطبوخ يا شربة خضار طبق البنجر يعني أنا شفت بطابع فيديوهات بيعملوا البنجر مع عصير البرتقان ممتاز ممتاز يعني ممكن ناس تقطعوا عادي ولا عصير أفيد يعني إزاي البنجر بيتعمل عشان أقدر أخد منه أكبر نسبة حديد ممكن ناكله كده وممكن نأصره ونأخده كمشروب الاتنين من نفس القيمة بس لما ناكله فيه ميزة كمان إنه ملين للألياف اللي فيه فممكن نأخده كده وممكن نأخده كده بيقولوا فيه حاجات غريبة يعني ما سأقولك الجوافة فيها أكبر نسبة حديد مع الكالسيوم ولا كالسيوم أكتر الجوافة غنية بالكالسيوم أكبر يعني ما لاش علاقة بالحديد ولأ وفيها حديد أصب يحطوها برضو على البنجر ما فيش مانا ما فيها حديد وفيها فيتامين سي كمان عشان الحديد الحديد يمكن دي معلومة برضو ناس كتير ما تعرفهاش إنه إنت لما تاخد حديد لازم تاخد معا فيتامين سي عشان بيخلي جسمنا يساعد على امتصاص الحديد يساعد على امتصاص الحديد ده مزبوط طب في حاجات عن الحديد إحنا ما نعرفهاش يعني ناكلها أو نشربها لا لا هو إحنا بس محتاجين نركز يعني الحديد موجود في مكسرات موجود في شوبة الخضار موجود في مكونات الصلاة كلها موجود في الأراسية كل الفكهة المجففة غنية بالحديد سبانخ جديد بس هو بالزبط كده بس هل إحنا بنركز وبناكل ولا ماشيين بالبركة لا بالبركة طب بالبركة ديلا ماشيين بالبركة يعني أكيد يعني يعني المفهود أنا أسأل نفسي من هذا أنا خدت حاجة فيها حديد ولا خدت حاجة فيها كلسة ولا ما خدتش لازم نبقى مركزين لازم بقول حاجة القيمة الغذية بتاعت الأكل ما بقيتش زي زي زمان لازم أنا أركز محتاجة عن ناصر إيه زي ما أنت كده حقيقة قلتي النحاس لفت نظرك دكتور بدور على الحاجة مش في مجال اهتمامك خالص طب إحنا قلنا إيه اللي بيزود الحديد